وفرضو الفكر بتاعه بكرة هايبقى ايه مرتضى منصور بيقرر قرار فيه منتهى الاهمية مرتضى منصور ما بيغلبش حلوله كتير وايما كانت اوضاعه الانتخابية فدائما وابدا عنده القدرة ان هو يقلب الترابيزة لصالحه في ثانية او في كسر من الثانية كلام دوت انا بقوله بمناسبة ايه بمناسبة اللي انا بشوفه بيحصل على الارض كان فيه معركة ضارية ما بينه وما بين المسؤولين ان الانتخابات تتعمل على ثلاث ايام من ضمن تكتيكو ازاي يكسب الانتخابات وحريف انتخابات فهو شايف وهو صح بالمناسبة ان اجراء الانتخابات على ثلاث ايام فرص نجاحه تبقى كبيرة جدا هتقولي ليه هقولك لانه بيلعب على الكم اللي ييجي الكم اللي ايه اللي ييجي كل ما العدد كبر اللي هيجي انتخابات كل ما فرصه هو في النجاح زادت وكل ما العدد كل ما فرص نجاح الخصوم او المنافسين زادت لو اعتبرنا ان عمر هايدي يعني في منافسة انما حتى الان انتخابيا على ارض الواقع عمر هايدي خلاج المنافسة شغله كله على الارض ما بين احمد سليمان وما بين مرتضى منصور ما حافظ الالقاب طبعا ليك يلي ايامها طيب خسر معركة التلات ايام لم ينجح مرتضى منصور انه يقر اجراء الانتخابات على تلات ايام في نات زمانك طب هيحلها ازاي ديات هيحلها ازاي حلها بطريقتين الطريقة الاولانية انه ابتدى ادارة الاشتراكات دلوقتي في نات الزمالك بتبعت رسائل على تليفونات الاعضاء فيها حاجتين الحاجة الاولانية تعال سدد الاشتراك اللي عليك عشان يبقى ليه حق انه هو يبقى موجود في الجامعة الاممية وعلشان يبقى له حق التصويت فيها وعلشان يجيب عدد وعلشان يجيب دخل للنادي لان النادي طبعا ماليا وا 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 الى اخرج زي ما انتم شايفينه وزي ما انتم عارفينه التانية ان فيه غرامة ستطبق الف جنيه على العضو اللي مش هيحضر الجامعية العمومية الجاية طبعا يعني ايه تركيبتنا احنا كشعب مصري لينا التركيبة بتاعتنا ولينا المفاتيح يعني عايز تجيب واحد اقول له هتدفع غرامة ان شاء الله جنيه ان شاء الله ان شاء الله مية جنيه وكل ما الغرامة زادت كل ما اللحلحة زادت وكل ما الغرامة زادت كل ما الخوف زاد وكل ما القلق زاد وكل ما انت يعني لو ايه لو على كرسي بعجل هتنزل تروح عشان ما تدفعش الايه لخمسمائة جنيه دول هما مش خمسمائة هما الف فالمهم النهار ده بياخد قرار بان اللي مش هيحضر الجامعية العمومية اللي جاية في الانتخابات هيدفع الف جنيه الهدف من القرار ايه زي ما انا يطبقهاش وما بنائش اذا كانت قانونية وموجودة في اللايحة ولا لأ يعني خلي بالك مش دي المناقشة بتاعتي او مش ده اللي انا عاوز اوصله لك اللي انا عاوز اوصله لك ايه ان الحلول اللي هو بيعملها لنفسه علشان يستقطب اكبر حدد ممكن من الناس بشرح حلق القرار ده ايه المقصوب منه ايه الهدف وراه يأثر على الانتخابات اللي جاية في ايه زكاؤه بيستخدمه ازاي في اللعبة افهم ده اللي انا بنقش عندما مش قصة طب ما هو وضع طبيعي يعني لو سقط يعني احمد سليمان هيتطبق غير ما قال في دنيا على الاعضاء اللي مجوش بالعقل والمنطق لا طبعا ما دي هتطبق انت بعد الانتخابات طب نجح هيتطبقها اكيد لا اكيد لا فاللي انا عاوز اقوله ان ده الحلول اللي بتتعمل وزي ما انا بقولك يعني ايا كان ايا كان هو خطير وخطير جدا 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 في العملية التخبير على الجانب الاخر بقى احمد سليمان ماشي كويس بيكسب كل يوم ارض النهاردة على حسب ما فاي الاعداد بلغني كان موجود في نادي الزمالك والنهار ده ايه نهار ده الخميس اه النهاردة كان موجود في نادي الزمالك انما طبعا عدد الاعضاء اللي كانوا موجودين مش كتير جو تلج الناس كلها تحت للحفة وبتاعه مش عارف ايه فما تواصلش معه هو دايما الاندية بتبقى زحمة جدا خميس وجمع دايما انما الاجواء دي الناس كلها ايه بيتك بيتك يعني كله قاعد في بيوته وتحت البطاطين وبتاعه مش عارف ايه والكلام ده كلها اللي راح بقى اللي عنده تنمين اللي مش عارف ايه الكلام ده انما صور ونزلت وبتاعه ومش عارف ايه فبرضو قدام الناس انه موجود جوه النادي هو والقايمة بتاعته والمجموعة بتاعته الى اخر نادي الزمالك فيه معركة انتخابية حقيقية فيه انتخابات والانتخابات في نادي الزمالك هتبقى اه يعني اه شايسة شايسة جدا على بعض المقاعد مثلا على سبيل المثال يعني هتبقى شايسة جدا في امانة السندوق ما بين هاني شوكي وما بين خالد لطيف خاصة كمان بعد ما خالد لطيف يعني طبعا رحمة الله على الدكتور محمد لطيف يعني ربنا طبعا يعني يرحمه ويحسن اليه و الى اخره دي يعني ضربة جمدة جدا 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 تقسم ظهر خالد انا مجرب موت الاخ السند اللي في ظهرك سنشد عدودك باخيك ده ربنا سبحانه وتعالى اللي قال كده سنشد عدودك باخيك يعني اللي بيقويك وشدت البتاق ده اخوك ما قالش سنشد عدودك بابيك او بابن عمك او بصاحبك او او ما قالش كل قال باخيك او بابنك ما قالش كده قال باخيك فانا مجرب قوي الظهر بتاعك اللي بتسند عليه طبعا احنا كلنا بنسند على ربنا سبحانه وتعالى انما يعني اللفظ اللي في القرآن جاي كده فدي ممكن تعمل تعاطف مع خالد لطيف خلي بالكم خاصة كمان ان ايه الله اكبر طبعا من اي حد طبعا 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 السند اللي حقيقي ربنا والعدد ربنا والقوي ربنا واللي بيرفع ربنا والخافض ربنا كله طبعا 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 فاش كلام نما هو القرآن اللي قاية سنشد عضو بجا بأخيك فدي ممكن تعمل خطاعات خاصة كمان في ناس كتير جدا في النادي كانت بتحب محمد الله الله خليل لطيف برضو عندي خبرات انتخابية وعنده ارضية جنة زمالك رجل يعني كان عرضه مجلس ادارة وكان تحت السن وكان فوق السن وراجل عرضه مجلس ادارة في التحاد الكورة يعني برضو خبراته الانتخابية كبيرة جدا جدا فبرضو خليل لطيف قدرة وقوة انتخابية لا يستهان بيها جوة نادي الزمالك وفي اي حيطة الحقيقة ناحية تانية بقى بتتكلم على واحد برضو يمكن انا وصفته قبل كده بغول انتخابي هاني شكري شخصية محترمة او انسان شيك عنده ارضيته الكبيرة نجح قبل كده في الانتخابات باصوات كبيرة انتخابات 2014 عنده ارضيته الوسعة طبعا ضامن 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 الكتلة التصويتية بتاعت اخوانا وحبيبنا الاقباط اللي موجودين في الناتزة مالك ضامنها بالكامل هو عبدالله جورج ومش قليلة وعنده القدرة على حجدها عنده قدرات تمويلية لها كلمتها يعني ماديا تمويليا لا طبعا قد خلد لطيف 300 مرة 300 مرة فطبعا ربما صلي وسلم وبرك على سيدنا رسول الله مش عارف من النبي يا جماعة يعني واحد بيقولك مش عارف انت شكلك ضد مين ومع مين حضرتك بقى عندك مشكلة في الفهم دي عندك انت بقى يعني عندك يعني بيقولك مش عارف ايه يعني مش عارف اسمه ايه يعني ايه انا بشرح لحضرتك وضع موجود على الارض لانت ربنا تعرف اللي جوايا ولا انت صحبي قريبي اخوي يا حبيبي جيت قلتلك في ويدنك انا مش عارف ميال لايه ولا مش ميال لحضرتك ولا اعرفك اصلا فانت داخل اديت لنفسك الحق انك تخش جوا ضمير البني ادم اللي بيكلمه وبتقرر كمان عنه الدنيا مش كده ابدا 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 ودي حاجات طبعا يعني يعني لازم تراجع نفسك لازم تراجع نفسك راجع نفسك ربنا اهديك كنا منقول هي او استاذ كنا بنقول هني شكري قدرات مالية جامدة جدا قدرات مالية جامدة جدا فالمعراقة في العرب كان هاني شكري الكتلة بتاعت العربات طبعا هو القدرات التمويلية وخبراته الانتخابية والارضية المعركة دي هتبقى معركة يعني شريسة هتبقى معركة ايه اه شريسة اه 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 في العضوية كمان يعني اه اه برغم من ان هشاميه كان برا القيمتين الا ان الحزوص بتاعته عالية سيظل برضو نجم كبير له اسمه له اه تاريخه هنتكلم بقى عن بقية الفرص على بقية الايه على بقية المقاعد في الحلقات الايه اللي جاية انما ده كان ايه تحليل كده ايه انتخابي اه سريع لبعض الايه اله اه الحاجات للنهار الضعام اللاجنة السابقة اللي كانت بتدير نادي الزمالك بقيادة الكابتن حسين لبيب اه بتعلن عن انها هتعمل مؤتمر الصحة في خلال الساعات القادمة اه يوم الحد اللي جاي الساعة تمانية بالليل لرد على اه ما قيل انها اتهامات اه لهذا المجلس و اه اللي استمر عمله وشغله قرابة الستة شهور امكان انا علقت على الموضوع دوت وقلت ان هذا الموضوع هيسبب مشاكل كتيرة في نادي الزمالك الفترة اللي ايه الا الا القادمة خلصت كده الحلقة بتاعتي مع حضراتكم بكرة اه بمشيئة الله تعالى على وعد بلقاء جديد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته